ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وأيضا عن ماب جديد لأرك ون ماب من صنع أصحاب المودات من صناع المودات فقبل لا نبلش خلونا نصطلل لحبيب محمد الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين نذكر الله ونقول بسم الله ولا تنسوا باللايك والاشتراك يلا لاتكو طبعا بداية مثل ما قلنا قبل لا ننتقل للماب الجديد نشوف هاي الصورة اللي نزلت قبل شميوم واللي هي عن العنكبوت اللي راح يكون موجود في أرك تو طبعا العنكبوت هل هذا راح يكون بوس ما أدري هل أو ممكن يكون مخلوق من مخلوقات الكهوف يعني مو بوس بس يعني طبعا اسم المخلوق الأرانيومورفوس يعني مو بالأرك اسمه بس أرانيو هي شي هذا أرانيومورفوس ولكن اتوقع ممكن هو فقط مخلوق ما يعني هال حال الريكس مثلا ريكس حجمه شبير وهناي العنكبوت راح يكون حجمه شبير وأيضا ويا عنكبوت يعني يعني عناكب صغار عنكبوتات رتكون طبعا عناكب صغار أيضا نوية وتشوفون هذا بايوم آخر إذا نلاحظ البيوم هذا عظام عظام بشر والشباك مالعناكب واي ممكن هذا يكون كهف أو يعني مو بايوم شبير طبعا مثل كهف ويعني هذا الأماكن تكون بعدد بايومات ممكن يتواجد إيش يعني العنكبوت يعيش بإيش مقابل خلونا هسا ننتقل للماب اللي ردت أقول لكم عنه أوكي طبعا هباي مثل ما تشوفون الماب هذا بعد نماط داخله وأيضا الماب اللي يدل على النوع جديد Welcome to Arc Ice Age Arc Ice Age أيضا عندهم توقع هم ونفسهم ولا لا هذا عندهم مابات أربع مابات أو ثلاثة اللاخ مسوينا قبل وكو ماب اللاخ مينة راح نحكي عنا إن شاء الله بها الأيام خلونا الرسبن ممسوينا أماكن الرسبون بعدهم بس الماب مية بالمية مكتمل بس فقط اللي وشنوه أماكن الرسبون ممسوين بي وأعتقد إنه هذا الرسبون ممكن يكون راندوم كل ما ترسبن راندوم يرسبنك بماكن خلونا بلا جي سي ام نسوي ونطير ياو ليش ما ليش ما يطير كمان هس قمنا نطير طبعا أوكي رسبنه أوووو لحظة يا خلونا جرب أموت بالله أوكي مثل ما توقعت الماب هذا ما مخلي لك أماكن الرسبون ما محدد لك بأماكن الرسبون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر